أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهر سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة فازو الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا قظيما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحديث الليلة تحت عنوان كيف نسيطر على الغرائز وهو أي هذا العنوان يشعرنا بأن الغريزة قد تطغى وبالتالي تضر وهذا هو الحقيقة هذه هي الحقيقة الله تبارك وتعالى أودع فينا الغرائز وهي نعمه علينا هي من النعم لأنك حينما تأكل وتشرب تحفظ وجودك وحينما تتناسل تحفظ النسل وحينما تكون لك قوة غضبية تمارس بها حفظ القيم حفظ الدين حفظ العرض حفظ المال حفظ النفس تدافع عن نفسك فكل غريزة حينما تكون تحت السيطرة لنقودها في مسارها الصحيح تعمر حياة صاحبها أما إذا خرجت عن سياقها إما نعطلها نموت وإما نكثر منها أو نخرجها عن مسارها تؤدي إلى ضرر وفساد المجتمع الإنساني إذن الغريزة لأننا البشر في دائرة الامتحان الله جعلها يمكن أن تستعمل استعمالا صحيحا ويمكن أن تستعمل استعمالا خاطئا فدخلت في التكليف لو خلي الإنسان ونفسه لنقاد ورى الشهوات والغرائس يقول تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فإذا هو لو خلي يفجر ولهذا اللي الآن يتكلمون عن حرية شخصية وخورية الإنسان راحوا في ممارسات غريزية يستقبحها الإنسان السوي صاحب الفطرة يعني الشذوذ الجنسي يوم من لأيام الكل يمجه لكن اليوم سوقا له وصل قانون يسمح به في دول كثيرة لكن أول ما تكلموا عننا الفطرة ما تقبلوا للآن ما تقبلها لكن إذا الإنسان ما يريد أن يقود الغريزة يريد للغريزة أن تقوده سيكون هكذا اليوم طبعا في شي جديد واليمنظمات في العالم وهي ممارسة الجنس مع الأطفال ويطالبون بحقوقهم ويقولون نحن في بدايتنا نواجه من الاعتراضات ما واجهه أصحاب الشذوذ في بدايتهم والحن حصلوا حقوقهم سمونا حقوق وإحنا بجي يوم يطلنا حقوقنا ويش ويش يقول القرآن إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هؤلاء لما ساروا خلف الغرائز بدون إتقان وإحكام وسيطرة صار القرآن يقول كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام إذا نحن أمام كارثة إذا ما تقاد الغرائز الغضب إذا ما يقاد يدمر شر إن أطلقته يدمر غريزة الجنسية مدمرة لأن تستهدف البنية الأساسية لموجود المجتمع الإنساني تستهدف الأسرة إذا ما نضمنا الغريزة في محلها الغريزة تجمع بين الزوج والزوجة وتقوّل أسرة إذا انفلتك الواحد ما يدعي ولد له ولد غيره ما يربيه المجتمع الإنساني في خطر في خطر الزنا كان يمثل خطورة على المجتمع كيف الشدود كيف بعد الجاية الأعظم وهذا شيء مخيف فالإسلام أطلنا أمور لأجل السيطرة على الغريزة لا لنعطلها بل لتكون في الإطار المثمر الله تبارك وتعالى حرم أشياء وأحل لنا الكثير الله يريدنا يا خليفة الله في الأرض نريد منك أن تكون مظهر أسماء الله الحسنى أسماء صفات الجلالية والجمالية ما تكون بالبهيمية التي في الإنسان إنما بقيادة هذه الغرائز لهذا حديث الليلة وأضطر أن أختصر لكي لا يطول حول ما هي العوامل التي من خلالها يمكن السيطرة على الغريزة بنحو تكون معمرة لا مذمرة سأذكر ثمانية عوامل العامل الأول لأن نحن بدنا واحد يقول أنا يا شيخ عندي نقطة ضعف ما هي إذا أحمق إذا أحمق أنا لليوم جيني قضايا أنه هذا الزوج إذا يحمق يرعب شو يرعب يكسر كل شيء قدامه الأثاث يكسره ولد يشتري ونحابس بعد تجديد الأثاث في الحمق الجاية فهذا تقول أخاف أخاف رعب إذا أحمق هذا دمر أطلق غريزة دمر في واحد يقول لك يا شيخ أنا كل شيء تمام صلاة جماعة والتواجر بنسجل والماتم أني نقطة ضعف شنو العادة السغيرة واحد يقول أنا نقطة ضعف في دا ديش السوق أو العيوني زائغة أطالع حرام فكل واحد يتكلم عن نقطة ضعف يتفتش يا القيادة لغريزة من غرائزة وبالتالي نريد أن نقف مع العوامل التي تساعد صاحبها للسيطرة على غريزته أول عامل هو العقل والبارحة قرأينا الرواية أن الله تبارك وتعالى لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك إلى آخر الرواية اللي قرأيناها البارحة وبهذا العقل الله يعاقب العقل يا أحبة إذا الواحد عنده عقل العقل والغريزة كل واحد ينبي يسيطر على إذا الغريزة سيطرت على العقل سخرت العقل للمجون وليش تغل لينه شنون ننشر الدعارة في الأرض وإذا سيطر العقل على الغريزة ضبطها لهذا الروايات اللي تتكلم عن العقل متعددة حتى أن صاحب الكافي شيخ الكليني ذكر في روايات العقل ما يقارب ثلاثين رواية من هذه الروايات واحد جل الإمام الصادق يسأله يقول ليه قلت له ما العقل أن بيك تشرح لي العقل شنون فقال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان اللي يوديك الجنة هذا عقل هذا الرواي قال لي عجل وفلان قلت فالذي كان في فلان من هذا فلان اللي حارب عليا وسن سب عليه في الصلاة جاي باسمه قال فالذي كان في فلان مداهية مو عقل عند دكاء فقال تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل مش لهم مو عقل العقل يخليك توصل لحقيقة اللي ينفعك صدق يوصلك إليه أما العقل اللي يوصني لقرارات أندم عليه هذا الجهل مو عقل ولهذا هذا الرجل الشيطان اللي حارب عليا لو تجيبه الآن تقول له واش حالك يقول نادم الدنيا ما تسوى واحد يترك الآخرة على السابق فات الأوان هذا مو عقل هذا شيطنة أسأل لو واحد يعطي ألف دينار يشتري علك بخمسة عشر فلسل فلاته مجنون ألف على حساب علك فليقدم آخرته على حساب الدنيا هذا مجنون هذا مو عقل الإمام الكاذم عليه السلام يقول إن لله يخاطب هشام من أصحابه يا هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة من هو الحجة الظاهرة؟ وحجة باطنة أما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام وأما الباطنة فالعقول فالعقل هذا حجة يرشدني وين صلاحي؟ لكن المشكلة وين؟ اللي ما يعمل عقله؟ الله يبشر اللي يعمل عقله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله راحوا لهداية الأنبياء والأئمة الحجة الظاهرة وأولئك هم أولو الألباب عدوا العقول الحجة الباطنة فاللي يحرك فيه نفسه الحجة الظاهرة والحجة الباطنة وهذا بشرة هذا هداهم الله هذا لهم الجنة إذن العقل يا أحبة وأطلت فيه يبقى السؤال هل العقل لوحده يكفي لترك الأخطاء بسبب الغريزة؟ يعني يمكن يسيطر على الغريزة؟ يمكن؟ العقل موجود عندنا كلنا عطانا الله لكن مع ذلك هناك من يطيع الغريزة ويترك عقله لهذا فيه كلمة صغيرة لأمير الممي عليه السلام ويش يقول؟ يقول وكم من عقل أسير تحت هوا أمير الهوى هو الأمير والعقل أسير يقود الهوى يمين شمال إذن يا أحبة العقل عبارة عن حاجز مائي يمنع الماء أن يصل أن يطغى لكن يوم اللي يجي سيل يوم اللي يجي ماء طاغي يجره في الحاجز ياخده وياه التراب يتلاعب بالماء يمين شمال شديد العقل العقل يتقدر تحركه في الاتجاه الصح يغلب الشهوة لكن يجي واحد يقول تقول لي شلو موقعت في الفاحشة ما عندك عقل قاعدت تطالع عشامي زينا أسمع غاني وشديد تهيج ما عندك تروح إلى وسط الأشياء بعيدة يعني شنو سوى قام راح للغريزة يقويها يحركها يحركها كلما قويت ضعف العقل إلى أن صار العقل أسير والهوى أمير فصار اللي صار فإذن العقل يحتاج أن نقف معه ونضعف الغريزة أمامه وإلا إذا رحنا ولن المحركات بعدين ما في عقل فسا واحد تقول لي زي ترفونك جديد وزين وكذا المريت المجمع والله شفت أشكال ونوع ده رأسي إذا فتحنا العين حركنا الغرائز حتركنا الرغبات حتى عقلي هتعطل تقول أنت مو محتاج قال أدري بس عجبني فإذن يا أحبة هذا العقل لازم نقف وعه حتى نقدر به نقاوم الغريزة إذا وقفنا مع الغريزة ضد يهزم هذا واحد هذا العامل الأول العامل الثاني العلم والمعرفة حتى قالوا أن الجرائم تكثر في المجتمعات الجاهلة لأن العلم يدور في إدراك عواقب الخطأ وفي إدراك ثمار الأشياء الصحيحة فأنا إذا مثلا أفكر في العواقب البرحة قرينا رواية النبي صلى الله عليه وآله الرجل يقول له أوصني يا رسول الله فالنبي كرر أنت مستوصي إذا أوصيتك أثمرات لما قال لي إذا هممت بشيء تدبر عاقبته فكر في الأمر فكر واش بيصير فإذن المعرفة إذا واحد عرف آثار أكلة مضرة جدا يشتنبها يشتنبها وإذا عرف أنها الأكلة نافعة يقول والله الصلاحة لو لنا ما أشتي آكلها بس يوم عرفتم فوائدها قمت آكل والله رغبتي ما آكلها مي حلوة لكن حين يومشت آثارها هذا عقل يتحرك ويقود الرغبة يقول يعني لا تاكلين حتى لو في رغبة وهنا أكلي حتى لو ما في رغبة هذا عقل يقولون فرشعوا لصماطه منهي أن يأكل الأكلات الضربة فنظر إلى المائدة نظر إلى المائدة الآن عقل يقول إن أكلت فيها هلاكك وبطن يقول يلا أكل يقولون التفت إلى من حول وقال أوصيكم بأهل بيتي خيرا ونزل للميدان هاي قصة قال لكن أنا أنا شخصيا عندي قصة ثانية يوم الأيام حضرنا عقد زواج لما انتهي العقد وفرشه المائدة أحد الكبار في الصين فتح الإناء اللفي الحلوة البحرانية شكر وذهن والطحين وهو سكري ممنوع يأكل فتحها ودار علينا واحدا واحدا تفضلوا تفضلوا لكل يقول شكرا 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 وقب دار علينا كلنا وما أحد أكل قال يا جماعة أنا خاطري فيها بس أنا ممنوع قلت يمكن لأن أكل واحد منكم كأني أنا أكلت أنا تشاقيت ويا مزحتي قلت ليش ما تأكل قال سكري قلت ليوم الجمعة سكري إجازة قال أوه صارح وقام يأكل هذا الرغبة قوية والأكل ضعفان يوم بي بس حركة بسيطة تنتصر الشهوة والرغبة وقام مكلت أنا ما أدري بيأكل ما أصدرت لي على كل حال فإذا العلم موجود العلم موجود قل ليه تعال الججارة الضر قاله واش تبي ألقى عليك محاضرة في الججار محاضرة من ساعة أقدر أتكلم بس فكني وخلني أشرب فالعقل شيء العلم شيء لكن الرغبة أقوى أقوى فلهذا القرآن الكريم يحثنا على العلم ويعرف تأثير العلم مثلا خلنا ونجي في أهمية العلم الله يقول واصف النبي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم تسكية احتاج لتعليم لآثار الكذب والسيئات الحسد هذه آثار بالمعرفة الوحي يجتنب الرواية تقول النبي دخل المسجد وإداء بمجلسين يعني حلقتين حلقة ذكر الله وحلقة يتعلمون الفقه فقال كل المجلسين على خير هذا خير هذا خير أحدهما أفضل من الآخر هؤلاء يدعون ربهم إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم يعني على الحكمة والمصلحة وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلمة الله يقول ويعلمهم الكتاب وجلسين يتعلمون وإنما يتعلمون فالعلم ينفع لكن نريد نقول أنه موه المقياس يعني موه العامل الكافي وإلا هالأمه والأمم السابقة ليش انقسمت بالجهل ما تعرف الحق الله يقول مو بالجهل يقول يدرون آية آيتين الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه اللي يعطيناهم الكتاب هم اللي اختلفوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بغي يبغي رغبات شهوات مو جهل والبرحة ذكرنا برعام بن باعورة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها عند عيل فإذا فرق بين العلم أنه عنصر مساعد وبين كونه عنصر يكفي ما يكفي لوحده يساعد لكنه لا يكفي انجئ الآن إلى العامل الثالث ما هو ما يسميه العلماء بالوجدان الأخلاقي يعني النفس اللوامة الله يقسم في القرآن يقول ولا أقسم بالنفس اللوامة وفي آية قرأناها البارحة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يقولون النفس اللوامة إذا واحد بمارس الأمانة مثلا تقول ليه الأمانة خلق طيب واصل روح افعل فقبل الفعل تشوقه وإذا مارس الأمانة أثناء الفعل تشجعه على الإتمام كمل وبعد أن ينجز الأمانة تدخل عليه بهجة وسرورا أنه نجح في الأمانة وإذا هم بالخيانة خوفته وحذرته لا تفعل ما تشوف الناس يقدم خطوة ويرجع تنازعه نفسه تقول لي لا تفعل هذا كذا هذا عار هذا فضيحة هذا إثم هذا نار هذا كذا فتخوفه وتحذره قبل الفعل وإذا جاء يفعل تريده أن يترك فتقول لا تكمل لا تكمل فهو يقاتل هو يكمل وقل ما يخلص تلومه واش سويت واش استفيت هذا عار عليك هذا سخط لله هذا هكذا هذه النفس اللوامة هذه يسمونها الوجدان الأخلاقي اللي الله وضع فيه الالهام وين التقوى وين الفجور وهذه ناس تصلح لهم لأن هذا العنصر بعد حي قوي ما طمس كيف يطمس إذا تراكمت الآثام واستولى السواد على القلب حينئذ كلا بل رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون خلاص انتهى هذه الحالة فإذا هذا العنصر وهو الوجدان الأخلاقي لازم نحافظ على نقاء وانطوره على أساس تبقى النفس ما تنقلب إلى نفس أمارة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي أن بيبقى في الرحمة نفسي تلوم ونفسي تسيئل الأطوينان ولا تكون أمارة إذن هذا عنصر مهم لازم نحافظ عليه لكن السؤال هل لوحده يكفي الناس كلها الله ألهمها فجورها وتقواها جيب يا واد عمي تقول لي السرقة قال جيب أنا والواحد باقي يدني حرم يقول ما هو الواحد يا أخي إذن هذا العنصر مساعد لكنه لوحده لا يكفي إنجل العنصر الرابع هذا مو جاي نضعفها احنا نجاي نقول نبن نميها بس منوصل للثامن هو العنصر الأهم العنصر أو العامل الرابع التربية الله يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قو أنفسكم يعني أنت عندك قرارك عندك اختيارك لا تفعل الشدة ودي النار بس أولادي أهلي أنا شنو شنو هو عنده باختياره القرآن يريد أن يقول حقيقة أنك وإن لم تكن مسيطرا عليهم لست عليهم بمسيطر لكنك حينما تحسن اختيار الزوجة اختاروا لنطفكم وحينما تخلق في البيت الزوجي بيئة إيمانية منذ اللقاء الجنسي مع الزوجة ومنذ الحمل وأثناء الإضاع وفي بعد ذلك كل خطوات اللي نصح بالإسلام مفعلة في بيتك في تربيتك هذا يساعد عليكم خير شخص مختلف مختلف تماما ليش رواية تقول كل مولود ما من مولود يولد إلا على الفطرة زي الفطرة في ناس مو مسلمين قال فأبواه اللذان يهودانه يصير يهودي ومسلم وينصرانه نصراني ويمجسانه مجوسي يعني التربية لها تأثير إما وإما لهذا المؤمن حتى في دعاء ما ينسوا لاده رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي لن يشعر هم أن يكون صالح وأن يخلق بيئة الصلاح في بيته وفي ذريته البيئة تساعد ساعد يقول له واحد أنت غير أنت ولد في بيئة كلهم متدينين إحنا بيتنا لهذا يشرب خمر وهذا كذا شوف فرق له مو معنى أنك مو مختار هو وأنت مختار كانت آسية ابنة مزاحم تعيش في دنيا دنيا مو بس رأيه سيقول أنا ربكم الأعلى تجري الأنهار من تحته وقصور والناس تعبده وهي سيدة مصر يعني المرأة الأولى في مصر ذاك الوقت وهي تقول ما أمبه هذا ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ما أمبه هذا أنا نجيني من هذا لا يجرفني إلى الدنيا أنا ما أمبهها ولا أريد إلا عندها فهذه بيئة فهذه بيئة لكنها تمردت على البيئة فيمكن للإرسان أن يختار وإن كان في بيئة صعبة لكن كلما كانت البيئة صالحة ساعدت صاحبها على التدين وعلى أن يسيطر على غريزته لهذا نقول لا تظلموا أولادكم بإهمال التربية ترحنا اليوم عاطينا من الأجهزة ربيهم والأجهزة هي وسيلة أعدائنا في غزوهم لعقولنا الغزو الثقافي الحرب الناعمة فإحنا نوفر أدوات وأسلحة الأعداء إحنا نشتريها لأولادنا نقول للأعداء تفضلوا هاي عقول أولادنا أصيغوا لتريدون إذا التربية عنصر مهم لكنه يبقى عنصر مؤثر لا ليس يسلب الاحتمال الآخر لهذا نجد أنه قد يكون المربي معصوم لكن ولده موزين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه بنوح إنه بنوح معصوم ولده غير صالح لماذا؟ لأن مسألة التربية مجرد عناصر مساعدة ويبقى القرار والاختيار بيد المربى الولد هو يختار أنا ما فرط عليه ما أقدر أفرض عليه ولهذا الروايات تقول أنت عليك سبع سنوات عام لك سيد وسابع سنوات كعبد وسابع سنوات وصلوا واحد وعشرين كوزير ثم بعد مو شغلك أنت الآن صار صالح مصالح مو يعني ما تنهى كبقية المسلمين بس مجال التربية انتهى الآن صار مسلم من المسلمين تأمره بنعرفة نعم منكر أما التربية واحد وعشرين تهى كل مرحلها خصوصيتها إذن التربية عنصر لكنه لوحده لا يكفي العامل الخامس العامل الخامس الملالي يقولون الماتب اللي ما يخلي قدامه من ملة ساعة يعني يقول له أخذ راحة صدقي العامل الخامس لا إحنا ساعتنا الوجوه لأن بدأت تطعب نقول تهى الوقت العامل الخامس هو القانون شلون يعني القانون القانون البشر من أول يوم حتى البدايين عدهم ولو قانون قبلي يحفظ الحقوق بحد إلى حد معين وفي عقوبات اللي يتمرد هذا القانون ساعد على الانتظام يعني الآن أنا لو بترك غضبي على كيفي بمشي بقى هاوش في الطريق هاوش تضرب وكلك السجن السجن يخوف خليني ما أضرب أخلي غريزة الغضب لعني أخاف أفعلها في غير أطارها عجبتني بنت روح تدعليه ودوني سجن في الغرائز تريد تنطلق لكن خوف العقوبة القانون يخلينا تراجع والإسلام فعلها العنصر وقال ولكم في القصاص حياته من ناس حتى لا يفكر أحد يتجاهر بالزنا لأنه ما ثبت عليهم لأربعة شهود ما يتجاهرون بالزنا والفواحش يخلق أجواء الدعارة فخلي يشوفون حتى يخافون ليه شاف العقوبة نزلت قدامه فالعقوبات تردع وانت تشوف إذا في كاميرا كل واحد يرجوه لمحاسب يدوس بترول إذا ما في كاميرا خذوا أحد كيدي الناس كيدي طريقة الشارع لأنه يقول ليه خمسين دينار ليه عقوبة فإذن يا أحب القانون يساعد على الانضباط لكن القوانين في كل الزمان لديه نواقص من نواقصها بعض الأحيان القانون مو متناسب مع الحاجة الفطرية فيصير تمرد عليه الناس ما يعجبهم وبعض الأحيان القانون وكاء دائما القانون إنما يصطاد المتجاهر بالتجاوز أما اللي يتجاوز في السر ما يصيد القانون عدل له لا قلنا كاميرا موجودة صادهني ما في كاميرا ما أخذ راحتي فكثير من القضايا التي هي غرائز منفلتة ما يصيدها القانون لأنها فعلت سرا القانون ما يكفي على أن بعض الناس وبعض الدول القوانين ما تطبق بالعدل ما تطبق بالعدل يعني بعض الدول انت روح وشوف ما تطبق بالعدل حتى في جائحة كورونا ما تطبق بالعدل في واجه قوانين تطبق على جماعة بوضوح والجماعة لا هذه القوانين مشكلة فيها يوم اللي يكون اللي القانون من الله والمطبق هو رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول يقضي بما ظهر أما اللي يصير من جرائم في السر ما تقام عليه العقوبة فالقانون لوحدة لا يصلح كافياً إنما عنصر مساعد لا يكون كافياً للسيطرة على الغرائز إنجل العامل السادس الرقابة المجتمعية اللي هي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه لها تأثير إيجابي كبير لكن هي للذنوب التي ظهرت ما بيجي واحد يتجسس فلان ويش يطالع في بيتهم بروح يشوف ما يجوز فهي تعالج ما ظهر وليه تأثير إذا كان إذا كان يعني التطبيق صح والمجتمع كلها حريص عليها تأثير تأثير تخيلوا نرجع إلى القرآن الكريم ثلاثة من الصحابة ما طلعوا يا النبي للقتار قاد خادة لو قعدوا أحين النبي يريد يأدبهم رجع من المعركة ما أعطاهم وجه النبي ما يكلمهم كل الصحابة ما يكلمهم نسوانهم في البيت دروا النبي أعرض ما يكلمهم ما أحد يكلمهم لا ولده لا زوجه لا أخ لا أحد لا جار مدهمهم وين روح تقول الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض رحبة ضاقت ما أحد يكلم لي وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه قالوا خلاص لا نرجع تائبين ثم تاب عليهم ليتوبوا وبدأ بفتح الباب لهم والتوفيق للتوبة ثم تابوا وتاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم فإذا هذه الوظيفة مقدسة ولأنها ليلا نتكلم عن دورها في حفظ القيم لكن هذه الوظيفة إذا فعلت واجهت تخيل أنا سوي خطأ في القرية جاري كلمني جاري الثاني الثالث الرابع قل وش لي بالطلابة خلاص ما بسوي الخطأ هذا فهذا عنصر مهم الإسلام يقول أنت في الخسارة تبت تطلع من الخسارة؟ إيه نعم عليك بأربعة أمور إيمان وعمل صالح تواصب حق تواصب الصبر والعصر إن الإنسان لا فيه خص إلا الذين آمنوا إيمان وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا نتواصب الحق هذا أمر معروف ونتواصع على الصبر على مرارة الحق إذا كان المجتمع لا يرتزم بالحق في مرارة صبر فبالتالي يا أحبة هذا عنصر مهم لكنه كما تعلمون لا يكفي الفقه يقول لك إذا تحتمل التأثير صح واجد ناس من التكلمة عنده سلفونية جديدة يقول حرية شخصية ما لك حق فتكلمني مو شغلك تقول أنت مسلم مو شغلك المسلم يؤمن بأن الله أو جبل وظيفة الآن معروف ونعم منكر ما تؤمن يقول لك مو شغلك يسك الباب ما يريد يتقبل هذا عنصر مساعد في هالظروف قد يقول لك ليه تكلمت مرة ثانية ما لك إلا الشرطة وصارت لناس فإذا هذه وظيفة مقدسة ولكن مع ذلك تحتاج إلى سياقات وإلى أرضية وما أوجد الأرضية تساعد وليست عنصر تاما لوحده ونجي الآن إلى العامل السابع هم ثمانية باقي السابع والثامن العامل السابع هو الإيمان العقلي يعني واحد يجي قيم أدلة على وحدانية الله أدلة عقلية وفلسفية ويأدلة على صدق النبوة وعلى صدق المعاد وجود معاد وفي جنة وفي نار هذا يخليه اشوي يراقب لكن هذا العلم بالجنة والنار لوحده ما يصلح كافي لو كافي انشان الفلاسفة كلهم ما حد ما حد يخطأ كلهم سيطرهم على غرائزهم ساعات أنا أتكلم عن أدلة عقلية على وجود الله على وجود المعاد على صدق النبوة وأنا جاي مولي وجه الله تتكلم أم بيصلي سمعة أتبع شهوة عندي حب الرئاسة والسمعة والشهرة وإذا حصلت فرصة أتكلم عن العلماء الآخرين حتى أقول أنا أعلم منهم أخذ راحتي هذا علم هذا حجاب مع أن قمت أدلة فلسفية ليش القرآن يقول العلم العقلي وحده ما يكفي يقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة ظلم وعلوة والذي داخل يدري صح فإذا العلم العقلي يساعد لكنه لوحده غير كافي يجي العامل الثامن الأخير الإيمان القلبي مو العقلي القلبي حتى نفرق بين العقلي والقلبي نجيب مثال عرفي الآن واحد توم متفطر تقول لي تتذكر المغرب يوم أنت عطشان كلش قال إيه عطش اليوم طالع في الشمس تقول لي أنت عطشان لا حينة حمان طائقة طالع الماء مو أشرب بعد فالآن عند صورة العطش لكن العصر عند العطش بنفسه جاء في فارق بين يجي صورة الشيء يعني أنا أتذكر مثلا يوديك السنة صادني حادث تعورت فيه أتذكر أعبس وأحزن هي صورته لكن وقت للحادث صاير أنا أتولوى الألم غير حضور الألم غير حضور صورته حضور الجوع غير حضور صورة الجوع خيال الجوع فاللي عند أدل على وجود لا فلسفية أدل صور في الدهن يرتبها تقول الله موجود أما اللي الله في قلبه شيء الله يحل في مكان الله خالق المكان تعبيرات مجازية رواية تقول القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله اللي الله في قلبه له واش تقول ليه ما يشك إذن فيه فرق بين ثلاث حالات الحالة الأولى الإيمان اللساني شلون إيمان اللساني لأن في ناس واجدوا لك أنا مسلم أنا الله موجود بس لا تغضب يسب الله ويسب القرآن يقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر أما الإمام الحسين يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق بس يتكلم في الدين لعق على ألسنتهم فإذا محفصوا بالبلاء قلت ديانهم وإن أهل الدين شيء دي الإيمان حسيني يقول هذا لسان وفي واحد عقل وقلنا الفلسفة واحد قلب هسة الآن عرفنا أن القلب أمر مختلف الإيمان القلبي ستشلون يجيني هالإيمان القلبي شلون أحققها مو طريقة الأدلة الفلسفية طريقة العبودية يعني أن تتعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بعض المفسرين يقول اليقين موت وبعض المفسرين يقول لا اليقين الناتج من العبادة لأن العبادة مطهرة فيه رجال في المسجد مسجد قباه يحبون أن يتطحروا يتطحر بماي في المسجد لو بالصلاة والتلاوة والعبادة بالعبادة الصلاة في الروايات كانها نهر جاري على الباب كل يوم تستحم فيه خمس مرات ما يبقى وسخ فالعبودية ممارسة العبادة تنقل قلب فيحل الله فيه حينئذ بعد ما لو يجب لك مليون شبهة ما تشك لكن لو إيمان عقلي عندي أدلة وشككوني في دليلي راح الإيمان ليش يقولون إيمان العجايز إيمان العجايز لو تقول لي ألف شبهة يقول لعن الله شاك يقين عندي إذن يا أحب اليقين يقولون لسيدكم ومولاكم علي بنبي طالب هل رأيت ربك؟ شفت له لي ما كنت أعبد ربا لم أرى شايفة أسجده واحد ما شفتها ما يصير ثم قال أنه مورأته الأبصار هالأبصار تشوف الجسم المركب الفقير كل جزء يحتاج إلى جزء آخر مو بالعين بالبصيرة بالقلب ما كذب الفؤاد ما رأى إذا نحن عدنا في غشاء عن الله العبادة تشيل الغشاء وإذا شالت الغشاء وانكشف غطاء تشوف الجنة وتشوف النار تشوف الجنة وانت في الدنيا وتشوف النار ما أقول له خلينا ناخد بعض النماذج يقول تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لو عدكم يقين لترون الجحيم انت في الدنيا وتشوفها مو بعد في الآخر في الدنيا باليقين أمير المؤمنين يصف المتقين يقول ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرف تعين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في عينهم يستحقرون الدنيا كلها مو بعد شهوة غريزة فهم شوفوا التعبير فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون اللي كان يشوف النار ما يعصي ما يفكر في المعصيب مو يختلع تكبها إحنا اللي علينا غطاء يوم القيامة يقول فكشفنا عنك غطاءك ليش غطاء لأنك كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في واحد الدنيا بس يشوفها بدام شاف الدنيا ما يشوف الله أشرك له شوف القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون في غفلة في حجاب يوم اللي يكشف الحجاب يشوف لهذا ذاك الصحابي الشاب يقول للنبي أنا على يقين أصبحت موقنة قال لكل يقين علامة حقيقة ما حقيقة يا إقينك قال كأني وصف عندي الرواية بس طويلة وصف كأني يسمعها للنار وهم يصطرخون في النار هاي العبادة قاعد يستعبط طيلة الليل ووصل له المقام إذن يا أحبة العبادة تأخذنا إلى يقين لا يمكن مع هذا اليقين أن نفكر في الذنب بل إذا انشغلنا على العبادة بحلال نتألم على فراق لذة العبادة بعد هذا ما يفكر في الغرائز تسيطر عليه أبدا الله أمار يقارب زوجة يقارب هل وجه الله يأكل لي حفظ نفسه لوجه الله وكل شيء لوجه الله فهو يأكل ملتدا لا بالطعام بل بأن الله راضي عنه أن يأكل وما إلى ذاك فتكون اللذة غير يختلف تماما عن هذه اللذائل الإنسان العادي فيها لهذا احنا علمنا أن نطلب هذا اليقين اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ثم قال ويقين الفلاسفة للعابدين ويقين العابدين هذا إيمانا تباشر به قلبي إيه في خلبي هذا مو مصطلحات لا أشعر ببرد اليقين بالتالي مستحيل أفكر في البعصية مستحيل فتكون الغلائز تحت السيطرة تماما وأتحسر على من يترك لذة العلاقة مع الله ويذهب للذائد وهمية فيتألم منها وهو لا يعلم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكار إذن العبادة يا أحبة هي الطريق الآية اللي بديت بهالمجلس فخلف من بعدهم خلف أول شي تركوا العبادة المؤثرة اللي تخليه عندك علاقة مع الله الصلاة مع راج المؤمن الصلاة قربان كل تقي علاقة مع الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبيعي إذا معلموا لقى الله واتبعوا الشهواء فسوف يلقون بيع يتعبون يشقون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فالشقاء حيث ما نرسى الله ونذهب يمينا وشمالا لهذا الله أراد يخلينا نستدوق اللذة من هذه العبادات الحج أيها الأحبة الحج الله يقول تعالوا إلي في بقعة صخرية لا يوجد فيها نبات جو صحراوي وأريدكم بلباس مو فاخر اترك لباسك الجميل وأريدك مو متطيب اترك الطيب وأريدك ما تأكل طعاما مطيبة وأريدك أن تمشي حافيا حول البيت مو لازم حافي بس تمشي بهذا الإزار والرداء وأريدك تعال استدوق لذة بعيدة عن مظاهر الدنيا ستجد أن اللذة هنا تفوق متع الدنيا تعال إلى الحج دورة في التخلص من الأصنام الخارجية والداخلية هذا الحج لكن للأسف العبادة الشيطان يفسدها يفرنها من روحها فتصير ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج لأن الحج اللي ما في معانيه ما يحيي القلوم وإلا الحسين عليه السلام جاء في مكة وصل شعبا والناس كلا تقولنا حج بحج صبط رسول الله صلى الله عليه وآله جايين للحج يتفضلوا هاي مكة تسعك أصاروا يتسابقون لمجلس الحسين يستمعون لحديثه اللي ينور القال لكن لما جاء دور التحدي الحسين لما يقول الدين لعق على ألسنتهم ما قالها من فراغ تشخيص حالة واقعة لما قرر له الله أن يخرج ليحج في كربلا يعني يقدم نفسه للدين الدين يحتاج دم شهادة إلى جريمة يستدرج بها البيت الأموي ليفتضح قام فيهم خاطبا يدعوهم إلى إلى رضا الله من كان فينا باذلا مهجته فأول رسم ليهم المصير خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف إلى أن يقول وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغوبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا تعالوا إلى رضا الله تعالوا اصروني ضج الناس حزنا على فقد الحسين ونادوا حسيناه لكنه خرج بعدد قليل كأني به وقد ودع بيت الله وجاء كارا راجعا إلى داره هنا يقولون زينب وهي تستشعر الخطر على الحسين إذا خرج أخوها بات قلبها يخفق خوفا أن يناله سوء كأني بها تنتظر جوع كل مرة ودخل الحسين عليها وإذا بها ترى أخاها الحسين متغير الحال أخفق قلب زينب حزنا والتفتت إلى الحسين بلسان الحال ابن والدي حسين نازع حرامك والخلق كلهم محرمين والبيت بك متشار وفهو مسرور يحسن قال ها نزعت حرام حجي دور الإسلام حجي ما هو فيها الأرض يا بنت الأكرام حجي بوادي كربل مدخور قدام واما الأضاحة هل شغول الهاشني هل فتية اللي وقفة دال الله حاية أنا بوقف على أجسدهم صرع وعراي يم النهر بضح بشايل الراية مفضوخ راسه والسهم في محجر العن ابن والدي إذن لك حجك في كربل الحاج في منا يحلق رأسه وينزع إحرامه ويفيد كيف تنزع وتحلق أنا نزعي إلى الإحرام أدى نزع سهم مسمى من وسط قلبي ويمتلي شف في بلد بطلعة من كفال وقلبي بنار مضرب دم الجروح تسيل من جسمي الصوت وتحليق راسي دونها العالم يحرى شمر الخنب السيف يحزن حري هبرة يركب على صدري وانا بحرة الغبرة وانتي على النقاو على جسمي تطوفي واما مفيض الحاج شال الحرم للشام ومن نداو التلبية ضجة الأيتر هذا الطفل طيح وذاك الجبل قدام وبحالة قشرة عقب عيني تصير وقد انجلا عن مكة نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه نسألك اللهم بهم أن تعجل لولي أمرنا الفرج تجعلنا من أنصاره في غيبته وظهوره اللهم اكشف هذه الغلمة عن هذه الأمة اللهم فك كل أسير رد كل غريب أغني كل فقير اشف كل مريض لا سيما المنظورين أيد اللهم وسدد علماءنا العاملين نفس عن المكروبين اقضي لنا وللمؤمنين والمؤمنات حوائج الدنيا والآخرة وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والخطباء والشهداء ومن مات على الإيمان وموت الحاضرين والمؤسسين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر